من قناة أفاق للتحليل الإحصائي والأبحاث العلمية، أهلاً وسهلاً بكم في جولة سريعة مع الإحصاء. رح نحكي في هذه الجولة عن الـ Bare T-Test أو اختبار تالي العينات المترابطة. اختبار تالي العينات المترابطة يستخدم to examine if there is a difference between means of two related samples. يعني حيكون في عندي السامبل هادي إسناها إسنال سكور لشغلة معينة. طبعاً هذا السكور حيكوني quantitative. بعد هيك عملنا intervention أو أعطينا درك أو عملنا education program. فإسنا هذا السكور كمان مرة post. يعني لما يكون في عنا العينا هادي related samples وإسنال شغلة مرتين. هنا بنستخدم الـ Bare T-Test. يعني إن الـ Hypothesis في الـ Bare T-Test بتحكي there is no statistically significant difference between the sample means pre and post. يعني حتكون الميو واحد قبل الـ Intervention بساوي الميو وثنين بعد الـ Intervention. أما عن الـ Alternative Hypothesis الفرضية البديلة بتحكي إنه فيه statistical significant difference ما بين السامبل means pre and post. يعني الميو واحد لا تساوي الميو وثنين. لو بدنا ناخد أمثلة على الـ Bare T-Test. المثال الأول to examine the difference in math score pre and post education program. يعني أنا في عندي مجموعة طلاب أعملت لهم بدي أشوف الماثي سكور يعني لقلهم من مين للماثي سكور pre intervention pre education program وإستو كمان مرة بعد الـ Education program. فصار في عندي طبعاً الماثي سكور مقاس مرتين بري أنت بوست هنا بعمل الـ Bare T-Test. الأبجيكتف الثاني اللي ممكن أستخدم فيه برضو الـ Bare T-Test لو كان عندي مثلاً to examine the difference in depression scores pre and post giving drug A. مثلاً في عندي مجموعة من الناس استلهم الـ Bare T-Test اللي هو عبارة عن بري أنتش طبعاً كونتي تادف واستلهم إياه بري انترفينشن وبعد ما أعطيتهم للدراج برضو استلهم إياكم هالمرة. الفرق ما بين قياساتهم في الـ Bare T-Test اللي هو عبارة عن بري انترفينشن والبوست انترفينشن بقدر هنا أستخدم الـ Bare T-Test. مثال ثالث على استخدام الـ Bare T-Test to examine the difference in knowledge scores about breast cancer pre and post implementation of a health education program. يعني أنا لو بدي مثلاً عندي مجموعة من الناس بدي أشوف النالج لـ Bare T-Test. النالج هنا مقاص بالـ Scores يعني percentage بالنسبة لـ Bare T-Test. طبعاً بعد ذلك أعطتهم Education Program طبقت عليهم هذا البرنامج ورجعت استلالج لهم كمان مرة. الفرقات في المعرفة لدى هاي المجموعة ممكن أني أعرفها من خلال استخدام الـ Bare T-Test. إلى هنا أعزائي المشاهدين بيكون انتهينا من هذه الجولة السريعة مع الإحصاء نشوفكم في لقاء ثاني شكراً لكم. إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك وشير ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليسلك كل جديد. ترجمة نانسي قنقر